في حلقة اليوم هتكلم عن اصدار حديث احدث اصدار من شركة العالمية هتكلم على تلاجة موديل تلاتة واربعين خمسة وتمانين اتش اس اس بالمناسبة هتلاقوا رقم الموديل مكتوب على شاشة طول الحلقة بس محتاج منكم فعلا تحفظوا رقم الموديل ده تحديدا لان هتحتاجوا كتير بعد كده للناس اللي بتجهز للناس اللي بتجدد للناس اللي لسه اه محتاجين تلاجة ومحتارين في نوع التلاجة كل ده يكون مفيد لكم في الحلقة دي التلاجة دي في ناس كتير بيحطوها مع منافسين اعلى منها في السعر لان التلاجة دي بتتقدم بمطور متميز جدا وخمات متميزة جدا وبسعر افضل من المنافسين في الوقت الحالي مع ارتفاع زيادة الاسعار الملحوظ في الفترة الاخيرة التلاجة بتتفوق على منافسيها في الاداء بتتفوق على منافسيها في الخمات بتتفوق على منافسيها في الصيانة وخدمة مبعد البيع هنتكلم عليها النهاردة وهنقول ايه اللي بيميزها وايه كمان اللي بيعيبها استنونا وتابعوا معنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة ومنتج جديد من قناة اعرف منتجك النهاردة ان شاء الله هتكلم عن تلاجة تلاتة واربعين خمسة وتمانين احدث اصدارات شركة العالمية تلاجة دي نزلة من فترة قريبة جدا والناس الحقيقة استخدموها وشكروا لنا فيها كتير في حبيت النهاردة اعمل لكم ريفيو عليها عشان خاطر تستفادوا للناس اللي محتارين في اختيار نوع تلاجة الناس اللي بتجهز للناس اللي بتجدد تلاجة دي هتكون مناسبة جدا وسعرها مناسب جدا نتعرف على كل حاجة طبعا الجانب الاسفل من الشاشة هتلاقي اسعار الاجهزة اللي موجودة في الوقت الحالي خصوصا بعد زيادة الاسعار بنسبة للتلاجة اللي معنا النهاردة هي من الخارج مصنوعة من مادة مقاوم ضد الصدق واللي هيستحمل مفيش حاجة اسمها باروما مفيش مشاكل تظهر منها بعد كده ان شاء الله الباب هنا هيكون المعبض بتاعها بالتقن كمان لما بنفتح التلاجة بالله اتنين حامل من الزجاجات وحامل من الاكواب موجود في الفريزر اما بالنسبة لفريزر نفسه موجود توزيع التبريد بشكل منتظم على اجزاء التلاجة والفريزر كله كمان موجود الاضاءة الداخلية من الليد عشان خاطر تكون الاضاءة واضحة اما بالنسبة هنا هنلاقي فيه الترموسات التحكم الداخلي لضبط درجة الفريزر خاصة بنفسها هيكون فيه مفتاح المفتاح اللي قدامنا دلوقتي اللي احنا شايفينه مع بعض هيكون موضح فيه الوينتر والسمر وكمان النورمال درجة التبريد العادية فبقدر اتحكم فيه داخليا بعيدا عن درجة التحكم الخارجي اللي هي الشاشة اللي موجودة خارج التلاجة ودي بتكون مخصص التلاجة فقط مش الفريزر يبقى الفريزر ليه تحكم داخلي والتلاجة ليها تحكم خارجي وده بيكون طبعا افضل هنا هنلاقي فيه بروز قليلا كده للاعلى بحيس ان يوزع التبريد من الاسفل اللي انا بشاور عليه ده عشان يبقى يوزع التبريد بشكل منتظم على اجزاء الفريزر كله طبعا الزجاج او الرفوف هنا مصنوعة من الزجاجة المكومة مما يعمل على زيادة درجة تحملها ضد الصدمات تجويف الباب او المقبض بتاع الباب مصنوع من البلت ان داخلي وده بيكون افضل ما فيش فكرة ان المقبض يتكسر بعد كده او تحصل فيه مشكلة او مقبض الباب مش بيكون ثابت في مكانه الكلام ده كله منتهي كمان بتغيره اتجاه الباب اليمين للشمال بالنسبة للتلاجة الموديل تلاتة واربعين خمسة وتمانين اتش اس اس والموديل تلاتة واربعين خمسة وتمانين اتش بي اكس ايه الفرق بين الاتنين دي الالستلس وما بيكونش فيها حنفية من برقى هنعرضها لكم في حلقة تانية ان شاء الله ودي بيتكون فيها حنفية من خارج ولونها اسود هنا هيكون في معكم اربع رفوف حقيقين من الزجاج المقوة وبصراحة بيستحملوا زيادة درجة التحمل ضد الصدمات وهنا بيكون رف واتنين وتلاتة واربعة موجودين حتى الرف الاخير مش مصنوع من مادة البلاستيك الرف الاخير مصنوع من الزجاجة المقاوم للحرارة واللي هيستحمل الاوزان يبقى انا معي اربع من رفوف الزجاج المقاومة اللي بيستحمل الصدمات داخل الكابينة الخاصة بالتلاجة الموديل تلاتة واربين خمسة وتمانين وده بيحافظ على التبريد داخل التلاجة بشكل منتظم نظرا لانها تعمل بخاصية المالتي ايرفلو. طبعا في بلازمة منع اختلاط روايح وهنا كمان درج الخضار والفاكهة بيكون مدعم برطوبة معينة عشان خاطر الحاجة ما تتبلش الحاجة تفضل موجودة خمستاشر وفي زرار اللي انا مسكه في ايديا ده بيتحرك معي على الخضار لو انا حاطت الخضار لو انا حاطت الفاكهة برضو نفس الكلام بغير في درجة الحرارة. داخل الدرج الخاص بالتلاجة هنلاقي في الملحقات والملحقات هنا عبارة عن قالب تلج. وكمان هيكون فيه مفصلات اللي بتغير اتجاه الباب مليمين للشمال وحامل البيت. هنلاقيه موجود داخل الكيس اللي في اداية. كمان هيكون فيه الضمان والضمان هنا بيكون خمس سنين شامل بالاضافة الى سنتين عمر الافتراضي بعد انتهاء فترة الضمان الاصلية ودي بتكون مدفوعة التمن. وهنلاقي كل قطع الغيار موجودة ومتوفرة داخل الضمان لشركة العالمية. اربعين خمسة وتمانين للناس اللي بتحب الموديل اللي يكون والشكل الخارجي لان فيه الشكل التاني بيكون الاسود وبيكون بحنفية. دي مدة الضمان اللي موجودة خمس سنين زي ما ذكرت من شوية عن طريق الخط الساخن تسعتاشر مية وتمنتاشر من جميع الحياة الجمهورية. وعايز اقول لكم ان ده الخط الساخن او الخط الوحيد شركة احيانا بنلاقي ارقام تانية موجودة على النت وارقام تانية موجودة في كل مكان وبنتفاجئ بحاجات مش طبيعية بتحصل مع الناس. لكن الحقيقة للناس اللي بتتعامل مع الشركة الناس بتشكر جدا في الصيانة وفي الضمان عن طريق الخط الساخن الوحيد تسعتاشر مية وتمنتاشر. الفينيش والتقفيل بتاع التلاجة كويس جدا وطبعا احنا عارفين ان التلاجة يعني بيقولوا عليها ان هي متجمعها في مصر. الكلام ده مش سليم بالمرة. التلاجة بتيجي بالكامل من الخارج. عدا اللي بيكون جاي برضو من الخارج وبيتم تجميع المطور على التلاجة فقط. فلازم تاخدوا بالكم من الكلام اللي انا بقوله ده. يعني الكلام ده انا متأكد منه جدا جدا. طبعا ده مكان تغيير المفصلات. يبقى المفصلة هنا يمين وشمال. ممكن اغير اتجاه الباب من اليمين للشمال على حسب اتجاه المطبخ. يبقى احنا اتعرفنا على الفريزر وعلى كابينت التلاجة وبالمناسبة فيها الفريش زون او الزيرو تبريد ودي منطقة الباب او الدرج المنزلق. الدرج المنزلق ده اللي انا بحفظ فيه الحاجة في خلال اليوم او اليومين او بفك فيه التجميد. دي وظيفته. هنا حشوة الباب هتكون مقاومة للتعافن بالنسبة للتلاجة وللفريزر. بصراحة جماعة الفينيش بتاع التلاجة فعلا والتقفيل بتاعها ممتازين جدا. وكمان سعرها كويس جدا على المواصفات الفنية اللي موجودة فيها واهم حاجة. المطور اللي بيوفر في استهلاك الكهرباء ووجود الاضاءة الداخلية في الكابينة والاضاءة الداخلية في الفريزر. يعني ما شاء الله عليها بصراحة الموديل ده جميل تلاتة واربين خمسة وتمانين اتش اس اس. ولا انا الحقيقة بانصح باقتناءه للناس اللي بتدور على التلاجة بكل امانة. يعني بكل شفافية انا بتكلم على موديل موجود لشركة محترمة جدا في صناعة التبريد. وانا فعلا بحب الشركة اللي بتكون مركزة او متخصصة في حاجة معينة. يعني شركة معروف ان هي مركزة في التبريد جدا وان هي متخصصة جدا في الصناعة دي. السعر اللي ترية ربعمائة وتلاتين لتر والخمستاشر اتنين من عشرة ادم مكعب. رقم الموديل تلاتة واربعين خمسة وتمانين اتش اس اس. يتم التخلص من التلج آليا. يعني مش هتعمل تلج. هنا الاعلى كفاءة واقل استهلاك للكهربا. يعني هتوفر في استهلاك الكهربا. من الخارج زي ما احنا شايفين شكل جميل جدا وحاجة حديثة وحاجة جميلة. وستيل مقاوم ضد الصدق. وكمان تحت بيكون فيه الارجل التحكم فيه مستويات ان كان المستوى الاعلى او المستوى المنخفض عن طريق الرجلاش او الارجل اللي موجودة اسفل التلاجة. من الظهر هنلاقي عجل يبقى التحكم في ظهر التلاجة لما بننقلها عن طريق مسلا نحن نقلها من المكان للتاني بننظف تحت التلاجة بنقلها من مكانها يبقى بنستخدم التلاجة او بنحركها من الخلف لان لو حركناها من الوش هتقع علينا. فده مش هيبقى كويس لازم نخلي بالنا طبعا ونحافظ على الامان. تلاتة واربعين خمسة وتمانين اتش اس اس الموديل الحديث من شركة وايت ويل العالمية الموديل المحترم جدا طبعا مادن ايجيبت لازم تتكتب طالما هنا اتجمعت الحاجة بتاعتها والتجميع اقصد بيه برضو انه متجمع الوحدة الخارجية الوحدة الداخلية اللي احنا شايفينها قدامنا دي يعني من المطور والكلام ده كله على التلاجة نفسها. لكنها بجد بتيجي من برا التلاجة دي. وكمان الوحدات بتاعتها اللي هي الكمبريسور والحاجات بتاعتها برضو وجاية من برا. لكن التجميع هنا المطور على التلاجة فقط. لكن بصراحة هيلة جدا وسعرها جميل في الوقت ده. سعرها طبعا يعني في حوالي اربعتاشر الف الخمستاشر الف مع الزيادة اللي حصلت وطبعا هتلاقوا موجود في ضمن اسعار الاجهزة اللي انا كاتبها على الشاشة. وانا حبيت تتعرفوا على اسعار الاجهزة في الوقت الحالي خصوصا بعد زيادة الاسعار ربنا نسترها يا رب ان شاء الله. وتعدي الامور على خير. وبالنسبة الابعاد الخاصة بالتلاجة اللي معنا النهاردة عرض سبعين عمق ستة وستين ارتفاع متر وتمانين. ولكل حد بيجهز لكل حد بيجدد. انا فعلا مش هلاقي يعني احسن من الموديل ده او التلاجة دي. تحديدا ان انا انصح بها حضراتكم لاقتناءها لانها فعلا من السلع المعمرة والحاجة هتبقى مميزة وشكلها جميل جدا في البيت وفي المطبخ هتدي انطباع حديث جدا. وتلاجة هيلة في كل المواصفات وفي كل الامكانيات اللي موجودة فيها. بشكر حضراتكم على الدعم والثقة واشوفكم الحلقة جاء ان شاء الله في ريفيو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة.